في حلقة يوم الأحد من برنامج مع المغرب من واشنطن على قناة ميديا ان تيفي يبرز جورج لاندريث الخبير والباحث في شؤون الشرق الأوسط دفاع الملك الراحل محمد الخامس عن اليهود المغاربة إبان الحرب العالمية الثانية نتابع فالأمريكيون يكونون مقطئين إذا ما اعتقدوا أن بلادهم هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تعد بوتقة صهار اجتماعي فعلى سبيل المثال خلال الحرب العالمية الثانية تعرض ملك المغرب لضغوط هائلة لتسليم اليهود المغاربة وترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال في أوروبا لكنه رفض وقال إن ذلك لا يمكن أن يحدث واعتقد أن تصريحه أنذاك عكس مدى الالتزام الحقيقي بمساندته لفكرة التنوع في وقت كانت فيه أقوى جيوش العالم قد حشدت قواتها شمال أفريقيا ولم يكن الجيش الألماني يطلب من العهل المغربي وإنما كان يأمر لكنه رفض رفضا قاطعا مما عكس عمق الالتزام بالفكرة القائلة بأنه ليس من الضروري أن تكون معتنقا لنفس الديانة لكي تصبح أخا أو أختا أو شخصا له قيمة وعندما نؤمن بذلك فإننا لا نصبح أعداء لبعضنا البعض وإنما نصبح أصدقاء بل وعائلة واحدة واعتقد أنه مفهوم بالغ الأهمية لأنك كأمة واحدة ينبغي أن تصبح قادرا على العمل مع الآخرين والتعاون معهم اقتصاديا وفي مجالات أخرى فالالتزام بالتنوع يجعل كل ذلك ممكنا وهكذا فإن الالتزام به لا يقتصر على كونه أمرا أخلاقيا ولكنه أمر طيب للاقتصاد والسياسة العامة ويشكل وجدان الأمة ترجمة نانسي قنقر